مشاهدين أهلا بحضراتكم من جديد في تغطية جديدة على موقع صد البلد درجات الحرارة تتعدى 50 درجة مئوية في عدة دول وتغير المناخ من سيئة لأسوأ والبيئة تحذر أزمة غزاء تضرب العالم والولايات المتحدة تعلن بدء عصر الغلال ما هي أهم الأخطار التي يواجهها العالم بسبب تغير المناخ وما هي الدولة الأشد في درجات الحرارة تفاصيل ومستجداد بشأن كارثة حرارية في تخطيطنا بيعاني العالم التغيرات مناخية بينتج عنها العديد من التغيرات ليس فقط على المستوى التقص بل امتدت أيضا للغزاء بسبب تأثير اتفاع درجات الحرارة على الزراعة واكتحت الأحداث المناخية القاسية من الحرائق والفايدانات والعواصف وموجات الحر البحرية في جميع انحاء العالم وأثر ذلك على الملايين وأدت التغيرات المناخية إلى تلوس الهواء وارتفاع درجات الحرارة وأدى ذلك لحدوث حرائق غابات وأعصير وموجات جفاف غير مسبوقة أثر ذلك أيضا على الأنظمة الزراعية وبكانت المفاجأة هو أن حذرت البيئة من أزمة غزاء تضرب العالم والعام 2023 هو أكبر تهديد بواجه البشرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة وكان الأكثر مفاجأة هذا العام هو إعلان الأمم المتحدة بدء عصر الغلايان كما جاءت العراق في مقدمة الدول الأكثر عرضة لهذه التأثيرات بسبب وصول المياه إلى أدنى مستوى مسجن كما ارتفعت درجات الحرارة الشديدة التي بلغت 50 درجة مئوية وأكد بولك الترويك مفوض الأمم المتحدة والذي ضر العراق لمدة أربع أيام أن درجات الحرارة القياسية التي شهدها العراق تدل على أن حقبة الغلايان العالمي قد بدأت بالفعل خاصة في مدينة البصرة العراقية المعروفة بإنتاج النفط بجنوب العراق حيث نشعر بالحرارة الحارقة واستنشق هواء ملوس نتيجة مشاعر الغاز المنتشرة اتضح له أن عصر الغلايان العالمة التي قد حذرت منه الأمم المتحدة سابقا قد بدأ في العراق بتعتبر دولة العراق هي أكثر الدول عرضة لتغيرات المناخية في العالم حيث أدى انخفاض مستوى الأمطار وسوق أيضا إدارة الموارد المائية للبلاد إلى جفاف مستمر منذ عدة سنوات لكن وزارة الموارد المائية قد أكدت أن مستويات المياه بالبلاد خلال العام الجاري وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة وصابقا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو قد حذر من بدء عصر الغلايان في العالم وانتهاء عصر الاحتباس الحراري وبدء عصر الغلايان العالمي كما دعا كل الدول لاتخاذ إجراءات احترازية ثورية وجزئية بعدما أكد علماء المناخ أن يوليو الماضي سجل أكثر شهور سخونة في التاريخ منذ آلاف السنين شهدت أيضا عدة دول من ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوزت الخمسين درجة مئوية في بعض الدول العربية وكانت أكثر الدول التأثر هما الجزائر وتونس وغزة وعالميا فكانت اليونان وقبرس وتركيا والولايات المتحدة والصين والبرتغال ومن أكثر الحوادث التي سببتها التغيرات المناخية هو استعداد جزر هواي في المحيط الهادي للإعصار والذي أعقبه حدوص حرائق الغباب بسبب رياح تتراوح سرعتها بين 45 ميل في الساعة إلى 46 ميل في الساعة وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية وشهد الجزء الغربي من هواي اندلاع حرائق بسبب قلة الأمطار وأصفر عن ذلك تفحم ما لا يقل عن ألف فدان من منطقة ماوي وهي منطقة زراعية داخلية تضم حديقة الوطنية حديقة هواي الوطنية أصفرت أيضا الحرائق عن مقتل 53 شخص على الأقل وتفحم أجذاء من الجزيرة وتم تدمير مدينة لهينة تاريخية وهي مقصة سياح شهير كما وصل متوسط درجات الحرارة إلى 20-96% درجة وهو رقم أعلى بكتير من متوسط الحرارة في هذا الوقت من العام المحيطات هي أيضا من أهم ما يوجد في المنظومة البيئية حيث تنظم المناخ وتنتص الحرارة وتنتج نصف كمية الأكسوجين الموجودة تماما على كوكب الأرض ومع تغير المناخ تكون المياه أكثر دفئا أو أقل قدرة على انتصاص ساني أكسيد القربون ويعني ذلك بقاء المزيد من غازات الاحتباس الحراري في غلاف الجوي بالإضافة إلى أن المحيطات الأكثر سخونة مع موجات الحرارة تتسبب في اضطراب الكائنات البحرية كالأسماك والحيتان أثناء تحركها بحثا عن مياه أكثر برودة طبعا بيؤثر على سلسلة غزائية وبيحذر الخبراء من أن المغزون السمكي قد يتأثر من استلبيات أيضا أن ارتفاع درجات الحرارة في المياه بيؤدي إلى بعض الحيوانات المفترسة كأسماك القرش العدوانية لأنها تصاب بالارتباك مع درجات الحرارة المتفعة وتشن هجمات على أشواطئ زي ما شاهدنا في مصر الفترة اللي فاتت وبتشهد المرحلة الحالية بدء ظهرة النينو لكن العلماء يقولون أنها لا تزال ضعيفة ويعني ذلك وجود توقعات بأن تتخطى درجات حرارة المحيط متوسفة الدرجات في الأشهر المقبلة وصل كمان مؤشر الحرارة في الخليج الفارس الإيراني والمملكة العربية السعودية وهو المقياس التي يجمع بين درجة الحرارة ورطوبة لتعكس تأثير الحرارة على الشخص إلى مستوى قياسي غير مسبوق تماما وفي البيئات الحارة بيساعد العرق المتبخر على تبريد جسمك ولكن إذا كان الجو رطبا جدا ولا يمكن أن يتبخر عرقك فأنت في خطر كبير للإصابة بمضاعفات صحية بما في ذلك الإرهاق الحراري أو حتى ضربة الشمس ابتكرت بعض المدن بعض الحلول للتغلب على شدة الحرارة ومنها طلاق الأسقف بالألوان البيضاء لصرف الحرارة أو زيادة حتى عدد ملاجئ الحرارة للناس أن هي تتحمى من أشعة الشمس وفي وقت سابق كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 كان هو الأعلى على الإطلاق إذن كان أدفع بحوالي 72% درجة مقوية من متوسط شهور يوليو في الفترة بين عام 1991 و2020 مشاهدين هذه كانت كل التفاصيل الخاصة بارتفاعات درجات الحرارة وأبرز التحديات التي يواجهها العالم بسبب تغير المناخ وأيضا أهم الحلول الخاصة به أشكركم على حسن المتابعة للمزيد من المتابعات والتغتياز أشكركم مرة تانية على طيب المتابعة وإلى اللقاء